موسيقى 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 بساكم الله بالخير و أهلا بكم في مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الثالثة عشر بشعار المجتمع الإماراتي جذور أصيلة و أفاق عالمية اليوم ناقش موضوع مهم المجتمعات الرقمية بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه سكان دورت الإمارات في استخدام الانترنت تقريبا ثمان ساعات يوميا معالي الدكتور علي كيف يمكن أن نحول هذه الأرقام لصالح المجتمع و ليس العكس القيادة الإماراتية قيادة ملهمة فيما يتعلق بالمجتمع الرقمي ولذلك سواء على مستوى المشاركة في البحوث والتطوير صناعة المستقبل تجسد طبيعة حياتنا كل المجال اللي نعمل فيه الآن محكم بالرقمنة وهذا لأن نعدنا قيادة لها رؤية أن نكون رقب واحد الذكاء الإصطناعي نحن من أوائل الدول اللي استثمرت فيه سعد اللواء دكتور أحمد ناصر رئيسي مفتش عام وزارة الداخلية شو اللي ممكن تخبرنا عن الجرائم الإلكترونية في هذا الإطار هذا العام حطينا الأولوية الأعلى هي الجرائم السيبرانية استطعنا بالفعل العام الماضي أن نفكك تقريباً عشرين عصابة منظمة تستخدم الأنظمة الإلكترونية وكانت تؤثر على العالم تأثير كبير ما في قيادة اشتغلت على موضوع الوعي مثل الإمارات رئيس الدولة بنفسه يتكلم في هذا الجانب ويوجه رسالة أنت إماراتي تعبر عن أهل الإمارات الأجهزة والدولة والمؤسسات مسؤولة تريد تحافظ على معادلة الناس تنعم بحرية وتعبر عن نفسها لكن تريد حرية مسؤولة تحصين أبنائنا وبناتنا في الأسرة وفي المدرسة فيما يتعلق بالمجتمع الرقابي دكتور محمد سعادتك كيف رغب المجتمع بالمحتوى الهادف العالم الرقمي اليوم أصبح بلا حدود دولة الإمارات تحتاج مننا نحن كمؤسسات وكأفراد وأشخاص مهتمين بالفضاء الرقمي إلى جهود كثيرة في أن نظهر هذه الجوانب ونحاول نقوي هذه الناحية الإيجابية الناحية الإعلامية والسوشال ميديا مهمة جدا أيضا أنها تعكس هذا الجانب وتوصل هذه الرسالة بأريحية وتتفاخر فيها لأنها ليس جهد تسويقي هذا واقع موجود نحن نعيش اليوم أستاذ خالد قبل خمسة أشهر تقريبا صدر المرسوم الاتحادي لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ماذا يضيف هذه القوانين من النحية الإيجابية بالنسبة للمحتوى المسؤول الدستور في المادة الثلاثين نص على أن حرية الرأي والتعبير عن حرية الرأي مكفولة في حدود القانون في التشريعات الوطنية المتاحة لدينا في دولة الإمارات عدنا قوانين تنبض جميع أشكال التمييز وتنبض جميع أشكال الكراهية وجميع أشكال التطرف يجب علينا أن نتحلى بمبدأ وقيم التسامح والتعايش مع الجميع فطبعا يجب على كل شخص يقدم محتوى رقمي يجب أن يكون يتحلى بالمسؤولية ويجب عليها أن يقدم محتوى يعكس المصداقية ويعكس الشفافية والنزاهة التي يجب على الناشط الإعلامي أن يتحلى بها الإمارات اليوم هي دولة متميزة في العالم لهذا هدف لكثير من الناس التي ينظرون لها أنها عدو بالنسبة لهم لأنها تنشر السلام والمحبة وتنشر جوانب الخير في العالم هناك ناس يعيشون في ظلام فدائما سيتهجمون على دولة الإمارات أو يسعون في أنهم يبينون نقاط غير صحيحة عن دولة الإمارات فدورنا نحن في الإعلام الرقمي يكون من أوائل الناس اللي نبين لأبنائنا أن ننتبهوا من المجتمع المفتوح الرقمي هذا الذي اليوم لا تستطيع أن تتحكم فيه لكن تستطيع أن تبين المحاسن والمساوة وتخلي الإنسان هذا جاهز في أن يحكم على هذه الأمور مباشرة بالنسبة لطفل هذا الجيل يعيش عصر مختلف لا يمكن أن نكون أوصياء عليه نستطيع أن نكون موجهين له شركاء معه نفهمه المجتمع الإماراتي جذور أصيلة وآفاق بالفعل عالمية شكرا لكم على حضوركم ودائما الإمارات في خير ورفاه ومستقبل دائما جميل شكرا لكم تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جاءت مجالس وزارة الداخلية الرمضانية هذا العام في دورتها الثالثة عشرة بشعار المجتمع الإماراتي جذور أصيلة وآفاق عالمية واليوم مع ختام مجالس وزارة الداخلية الرمضانية هذا العام سوف نتناول موضوع المجتمعات الرقمية المحتوى والتفاعل ستكون هناك ثلاثة محاور لهذه الجلسة أولها ثقافة التعامل مع المحتوى التفاعلي للترند والهاشتاغ وثانيها المحتوى المسؤول بين الحرية والحدود وثالثة التفاعل الرقمي الإيجابي مسؤولية مجتمعية ومؤسسية وقبل ما نبدأ نتوجه بالشكر لمستضيف هذه الجلسة وهذا المجلس سعادة الدكتور جمعة الحوسني بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ بن زايد النهيان ناعم برئيس مجلس الوزاة وزير الداخلية على تحت الفرصري والمجالس المباركة إن شاء الله واشكر جميع الحضور اللي يتعنوا يوم وزاكم الله خير إن شاء الله الاستفادة للجميع إن شاء الله نبدأ مع السعادة السعادة بحسن الحوسني الترند والهاشتاغ كيف يتم بناء الترند والهاشتاغ وشو هي الطريقة الأمثل في التفاعل والتعامل مع الترند والهاشتاغ اليوم في وسائل التواصل الهاشتاغ والترند ممكن أكوك هاشتاغ مثلا معين يكون بغض النظر عن فعاليته أو بغض النظر عن محتوى ممكن آلية بناء أو خلق هذا الهاشتاغ تجعله يعني يبتدي يكون ترندنج أكثر وأكثر وفيه لآليات معينة استخدام محاور معينة استخدام حتى أوتوميشن معين يبني هذا الهاشتاغ فهني دور الفرد إذا كانت قدرته من داخلي مبنية على عقيدة اهتمامه بهويته واهتمامه وافتخاره بكونه اليوم سواء كان مواطن أو مقيم على دولة الإمارات وافتخاره بهذا الوجود يعطي القدرة أنه يبني على ترند معين أو على هاشتاغ معين أو تؤنور أو يعني ما ياخذ أي فكر على هاشتاغ أو ترند وغض النظر عن وين وصل هذا الهاشتاغ أو الترند فقبل التفاعل أو التعامل مع أي هاشتاغ أو ترند معين يرجع إلى هذه النقطة هل فيها إيجابية هل أني أنا أعيد تكرار هذا لترند أو حتى لو ساهم فيه شو بيفرق شخص واحد لا الشخص الواحد يفرق لأن كل شخص إذا فكر فيه بنفس الطريقة وان اندفجول ما بيأثر لا كل اندفجول بيأثر فلو تعامل مع هذه بمبدأ عقيدتي أنا وهويت الإماراتية وقفت هذا عندي أنا بوقف لو إن شاء الله فيه مليون قبلي عندي أنا بيوقف إن شاء الله اللي بعده بعد بيوقف وبيوقف وبيستمر في هذه المسيرة أستاذ عبدالله العامري برأيك شو الأسس الفعالة لتعزيز التواصل المثمر في المحتوى الرقمي اليوم شو الأساس اللي ممكن نحن نحوكم في عملية تعاملنا مع وسائل التواصل الاجتماعي توقع أن الأساس جدا يعني وضعت القيادة رشيدة بنهج واضح صاحب اسمه شيخ محمد بن زايد رئيس الدولة يوم تكلم وقال اليوم أنت في أي موقع في مواقع التواصل الاجتماعي أنت تعكس صورة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أنا ما عرف دولة أخرى في العالم قادتها كلهم موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ويتواصلون معاهم ويأخذون ويعطون معاهم حتى أن الناس صارت تخلص أمورها أسرع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ حمد اليوم المجتمع الرقمي يشكل جزء ومكون أساسي من مجتمعنا الواقعي فبرايك يعني شو المسؤوليات اللي لازم يتحملها هذا المجتمع الرقمي تجاه الواقع تجاه فراد المجتمع نحن عندنا شيء مهم جدنا وهو الرقابة الذاتية الرقابة الذاتية تيجي من وين تيجي أولا من البيت من بعدها المدرسة أنت إنسان عربي مسلم في دولة الإماراتية وهويتك الإماراتية لازم تتعظم من الشيوخ تتعظم من المجتمع اللي أنت عايش فيه وتبتعد عن هالمواضيع فهذا الشيء يخلق لك للرقابة الذاتية من طفولتك فإنت مع العمر مع الكبر راح تبرث هذا الشيء حق الجهة القادمة لأن أصلا إذا يا كومنت عندك وسيلتين للدفاع يا بلوك مع ريبورت يا أنك ترد عليه برد محترم وتعطيه هويتك الإماراتية بشكل إيجابي لهم في الختام يعني يجب أن ندرك أن المجتمعات الرقمية ليست مجرد واقع افتراضي بل هي لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومن خلال تعزيز التواصل والتعاون يمكن لهذه المجتمعات أن تكون محرك دائم للتغيير الإيجابي والتقدم المستدام لمجتمعنا ولأرضنا الطيبة دولة الإمارات العربية المتحدة تشرفت وسعت بإدارة الحوار في هذا المجلس الطيب كل شكر لكم كل توفيق وشكراً لحضوركم حضرنا الكريم نرحب بهذا الجمع الطيب ونبارك لكم ما تبقى من هذا الشهر الفضيل في هذا المجلس الذي يأتي برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد عنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث جاءت مجالس وزارة الداخلية الرمضانية هذا العام في دورتها الثالثة عشر بشعار المجتمع الإماراتي جذور أصيلة وآفاق عالمية واليوم مع ختام مجالس وزارة الداخلية الرمضانية هذا العام سوف نتناول موضوع المجتمعات الرقمية المحتوى والتفاعل نتوجه بالشكر الجزيل لسعادة المتعرض سيف بن مية العفاري على استضافته الكريمة لنا في مجلسه العامر لاحتضان هذه الجلسة نبتدي هذه الجلسة في البداية مع اللواء المتقاعد عبد الرحيم يوسف تميمي عضو هيئة التدريس بجامعة محمد بن زايد العلوم الإنسانية كيف يؤثر استخدام الترندات والهاشتاغات على ثقافة التواصل الاجتماعي ليش إحنا عندنا الأمن مستقر وليش عندنا العالم كله يشهد بوضعنا الأمني شو السبب؟ شو الأسباب؟ إحنا مجتمعنا مجتمع مسالم مجتمع فيه الوسطية اللي دعان ديننا قيامنا واضحة جدا الدكتور عبد الله يتعامل مع المحتوى التفاعلي الهاشتاغ لترند يوميا حقيقة يقلع لنا هاشتاغ يديد الترند يديد شي منها إيجابي ولكن الكثير منها حقيقة سلبية خبرنا الدكتور كيف يؤثر استخدام ترندات والهاشتاغات على ثقافة التواصل الاجتماعي؟ اللي يضع الهاشتاغ والترند هو له قصد معين من وراء هذا الهاشتاغ من أجل أنه يوصل رسالة معينة هذه الرسالة طبعا قد تكون رسالة إيجابية وقد تكون رسالة سلبية وما يجب أننا نساق وراء أي ترند وأي هاشتاغ ودائما الإنسان يكون مع الحسابات الوطنية الحسابات اللي تصادر عن جهات رسمية حتى يستطيع أنه يساهم في إيصال رسالة إيجابية ويكون من صناع المحتوى الجيدين وما يدخل فيه مثل هذه الأمور لازم يكون في النصح لازم يكون في التوعية أنا ما منع بطريقة يعني عشوائية لا أبين لأبني وأبين للشاب تعليم له دور كبير جدا جدا في ساق المهارات نعلم الشخص كيف يكون لذاته الإيجابية كيف يفكر بإيجابية كيف يمكن تحديد الحدود بين حرية الرأي والتعبير وبين المسؤولية عن المحتوى المنشور وهل يمكن للتشريعات والسياسات القانونية أن تساعد في تحديد الحدود اللازمة للمحتوى المسؤول؟ القدوة الحسنة القدوة الحسنة اللي نحن يجب نربي أيضا أنفسنا وعياننا عليها أن دائما نغرس فيه موضوع القدوة الحسنة ونحن هنا يعني في دورة إمارات يعني الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى على وجود قيادة في دورة الإمارات يضرب بها المثل في موضوع القدوة الحسنة نتوجه بشكر الجزيل لسعادة المتعرض سيف بن مية العفاري على استضافته الكريمة لهذا المجلس في هذا اليوم عسى ربي يجعل هذا المجلس دائما عامر بإذن الله ويدي مفرحكم وسعادتكم إن شاء الله وأكيد شكر موصول لضيوفنا لهذا اليوم في هذه الجلسة الحوارية الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم مع ختام مجالس وزارة الداخلية الرمضانية هذا العام بنتناول موضوع المجتمعات الرقمية المحتوى والتفاعل بداية نشكر سعادة مريم ماجد بن اثنية على الاستضافة في المجلس وولت الكلمة بداية رحبكم في مجلسنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي اليوم أصبحت جزء مثل جزء كبير من حياتنا واللي إلها تأثير كبير علينا وعلى عيالنا وعلى أفراد المجتمع بداية بنبدأ مع سعادة مونة خليفة بداية سعادتش متى تبدأ رحلة تعزيز الوعي خلنا نقول لدى الصغار المراقبة الذاتية الردع الداخلي هو اللي أنا لازم يكون موجود عنديه خلنا نقول نحن القيم الوطنية اللي موجودة عندنا لكن إذا ما كنا نبرز مثل هذه الجوانب وجوانب التلاحم المجتمعي اللي موجود عندنا أيضا في دولة الإمارات ودور أيضا الدولة داخل الدولة وأثرها الكبير الإيجابي اللي موجود خارج الدولة اليوم أستاذ الأمياء هل من وجهة نظرتش يحتاج هذا المحتوى بكل هذه خلنا نقول المواصفات التي يتفق عليها الجميع ربما إلى الحدود عندنا وعي كبير في دولة الإمارات أن جميع المعلومات اللي يتم الإفصاح عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها تتم عبر ضوابط معينة أستاذة بخيتة هل زيادة مساحة الحرية في المحتوى من الممكن أن يكون سبب لتعزيز مشاعر الكراهية؟ الحرية نعمة نعمة تتيح للإنسان أن يكون مفكر مؤثر ومبدع وفعال في المجتمع اللي هو فيه وفي المنصة اللي هو يختارها لكن مع الحرية تأتي المسؤولية المسؤولية موجودة للحفاظ على هذه الحرية وهنا مهم جداً ثقافة القانون ونشر ثقافة القانون أستاذة منال حاجي اتحدثنا عن الحدود في التفاعل الرقمي الإيجابي كيف يمكن لهذا التفاعل اليوم أن يساهم في دعم المهارات الشخصية والمهنية للأفراد برأيك؟ نحن لازم نأكد على الحصانة الذاتية ونميها بالنسبة لأفراد المجتمع بالنسبة لأبنائنا بالنسبة للمراهقين بالنسبة للشباب إذا كان هو عند الحصانة الذاتية شغالة يقدر يختار الصح ويقدر يعرف أن هذا غلط فإحنا شي اختصرنا على عمارنا أن المحتوى بيكون بإذن الله إيجابي ويخدم المجتمع أنتقلت أستاذة مريم خلينا نروح لموضوع الترنت والتعامل الإعلامي كيف نقدر اليوم أن نحقق التوازن أو التوازن في الحفاظ على قيمنا الإعلامية؟ نحن اليوم نقدر نخلق ترنت مالنا نحن نقدر نقود الترنت ليش ما نحن نخلق معلومات ونحط قصصنا ونحط أشياء تفيدنا نحن بطريقتنا ونخلق منها الترنت ما يهم كم عندك من الفولورز ما يهم أنت عندك أمي ولا عندك مليون اليوم على منصات التواصل الاجتماعي المهم نوعية المحتوى أنت تقدر لو عندك عشرة فولورز تخلق الترنت وتخلق محتوى الكل يتداوله حتى لو ما عندك فولور واحد كل ما كنت أنت مسؤول ترى اللي حواليك لا شعوريا يتبعونك لأنك أنت بالنسبة لهم أنت القدوة الاستفادة من هاي المنصات جداً كبيرة وإحنا بحاجة لكل فرد اليوم يكون واعي ومسؤول في المحتوى اللي يطلع منه للناس لأنه في النهاية أنت مؤثر تراك فيهم طبعاً استمتعت بالحوار مع ضيفاتي كل الشكر على تواجدكم اليوم ويانا حضور كريم مرحب بكم في هذه الجلسة ضمن سلسلة مجالس وزارة الداخلية التي تقيمها الوزارة تحت رعاية ودعم كبير من سيدي الفريق سمو الشيخ سيه بن زايدان الهيان وفي بداية هذه الجلسة لابد أن أتوجه بالشكر لسعادة عمر أحمد بن عمير المهيري راعي هذا المجلس إن شاء الله يكون هذا المجلس غني بالمعرفة والفايدة للجميع فأهلاً ومرحباً بكم في مجلسنا يحياكم الله سوف نتناول موضوع مهم جداً حقيقة موضوع المجتمعات الرقمية المحتوى والتفاعل نريد أن نتكلم عن التفاعل الرقمي الإيجابي ومسؤولية مجتمعية ومؤسسية مع الأستاذ محمد خالد الشامسي وهو متخصص في الأمن السبراني كل منصة رأس الاجتماعي لها جمهور معين تيك توك تشاهدون مراهقين وأقل سهل تأثر عليهم سهل الفيديو ينتشر هناك عن أي منصة ثانية قدنا إنستجرام مثلاً لا نتكلم شوي فيها أكبر عن المراهقين تشاهدون أشياء رسمية أكثر تشاهدنا كل الصناع المحتوى الإماراتيين بدأوا يبادرون وبدأوا من نفسهم أن يسألون الفيديوهات ويعرفون الجمهور بإلياس يصير في الدولة ودورها في هذا أو في استضافة كوب 28 وأيضاً دور الدولة في هذا المؤتمر وكيف أنه فعلاً إضافة كبيرة على سمعة الدولة كسمعة طيبة كيف نقدر نضبط المسألة؟ نحن نبغي الناس تتكلم ونبغي الناس تبدع فيما تقول لأن في النهاية هذا محتوى يأثر على الناس بطريقة أو بأخرى لماذا لا تكون عندي أنا رقابة ذاتية؟ أنا حين تعبوني مسوي مادة لماذا نسويينها؟ عذاب تنشر لماذا نسويينها؟ عذاب توصل إذا أنا مسويينها مجرد أن توصل إلى مكان ما توقف لماذا أنا لا أسوي مادة يشوفها المجتمع والناس ويشوفونها بعد الجهات المعنية وأكون أنا الواجهة للجهة هذه يعني أنا الجهة هذه إذا اقتنعت في موادتي أنا واغتنعت في الآن ياسي أقدمه الجهة يمكن تتعامل معي أنا لأن أنا لي فيه رسالة أنا لا يجب أن أكون سبب في توصيلها صناع المحتوى يمكن أن يعرفين دورهم وفيه حين فيه جهات بدأت الحين فعلا ياسي تحاول تقول لك أنا بأخذ بيدك وبطوره من محتوىك الحين ما شاء الله كل جهة تقول لك تعال عندي وأنا بقول لك كيف تبدأ وكيف تطلع محتوى فعلا ينشر ويتداول شكرا لك أخوي عبدالله أنتقل مرة أخرى لأخوي محمد الشامسي اليوم المخترقين يشوفون مشاعر البشر كثغرات أمنية ما يشوفون الجهاز اللي يستغرمه مشاعرنا بالنسبة لهم هي ثغرات أمنية أكثر شيء من تشرف كم الشهر اللي يطافه في السناب والغالب شيء يشوفي يحط لك الرابط كفلتر سناب فدائما نحاول أنصح الناس أن تكون متابعة لكل التقنيات الموجودة تفهم التقنية هذه كيف تشتغل على ساس تتعرف كيف أنه ممكن يكون وضعها إيجابي وسلبي سعادة مروان المهيري عظم جلس الواطنين الاتحادي معنا في هذه الجلسة التشريعات في دولة الإمارات تشريعات متميزة في مرونتها وضبطها للأمور عندنا مرونة كبيرة جداً لتترك المجال للأفراد أن يعبرون عن وجهاتنا ضرم يشاركون بطريقة فاعلة في المجتمع في نفس الوقت إذا كان هناك خلل فالتشريع يضبط اليوم الذكاء الاصطناعي مش بس موجود أن الواحد يكتب له ويرد عليه ترى الصوت دخل بالذكاء الاصطناعي خلال عدة أشهر بيدخل علينا الفيديو من الذكاء الاصطناعي لا تخلص العملية ضروري جداً أن التوعية تكون فاعلة ومبادرة من كافة قطاعات المجتمع سواء كان قطاع الحكومي القطاع الخاص أو من الأفراد شكراً لكم جميعاً على حضوركم وحسن استماعكم ونلقاكم إن شاء الله في مناسبات وطنية أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم جميعاً أخواتي الكرام جاءت مجالس وزارة الداخلية الرمضانية هذا العام في دورتها الثالثة عشر بشعار المجتمع الإماراتي جذور أصيلة وآفاق عالمية أتشرف أني أكون معاكم اليوم في هذا المجلس الطيب واللي تستضيفنا فيه سعادة ميثة عبدالله بن يوخة كل الشكر على هذه الاستضافة أنا يشرفني أني أستضيف هذا المجلس إن شاء الله يثمر هذا المجلس بأشياء مفيدة للجميع ويا مرحبا بكم وحياكم الله اليوم مع ختام مجالس وزارة الداخلية الرمضانية لهذا العام بنتناول موضوع المجتمعات الرقمية المحتوى والتفاعل وبنناقش في هذه الجلسة ثلاث محاور أساسية الأولى ثقافة التفاعل المحتوى التفاعلي والرقمي المحتوى المسؤول بين الحرية وبين الحدود اللي يجب أنه ما نتخطاها وأيضا التفاعل الرقمي الإيجابي هذا التفاعل اللي هو مسؤولية مجتمعية ومؤسسية في نفس الوقت الدكتورة أسمى السعدي كيف أن ننشأ جيل واعي قادر على أنه يتفاعل وعلى أنه يستخدم هذا المحتوى الرقمي بالشكل اللي يعكس عاداته وتقاليده ودينه وأخلاقياته وأيضا يبني هذا المجتمع في الحقيقة الأسرة تلعب دور كبير في تنشئة الأبناء تنشئة الأبناء على القيم وعلى الأسس الأخلاقية فالأسرة هي المؤسسة الأولى للأبناء وأيضا الأسرة يقع على عاتقها الرقابة الأبوية أيضا من خلال مراقبة الأبناء توجيههم إرشادهم توعيتهم وأيضا تثقيفهم كيف يمكن المؤسسات أنها تحفز للإسهامات الإيجابية في المجتمع؟ كيف يمكن يكون لها دور فعال في ذلك؟ أولا مثل ما نعرف أن المؤسسات الحكومية تلعب دور كبير في تحقيق هذا التفاعل الرقمي الإيجابي وذلك من خلال إطلاق المبادرات على سبيل المثال عندنا البرنامج الوطني للسعادة وتحقيق الجودة بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الداخلية أطلقوا مخيمات تفاعلية يابوا طلاب المدارس من كل أنحاء الدولة ودخلوهم في هذا البرنامج تتكلموا عن مواضيع جدا مهمة لأن الكثير من الشباب يتعرض لها وما يعف يتعامل معها الآن سأنتقل للأخت فاطمة يعقوب شو هي الإجراءات المتخذة التي تضمن مجتمع رقمي أفضل في دولة الإمارات؟ أصبح الواقع الافتراضي أمر لا يمكن تداركه وأصبح شيء مهم في حياتنا في السابق كان القدوة هو الأب وكان القدوة الجد الخال العم لكن اليوم مع وجود مؤثرين التواصل الاجتماعي لابد أن ننمي رادارات المراقبة الذاتية للأطفال شكرا لكم ونتمنى لكم دائما محتوى وطني هادف دمتم بحفظ الله شكرا مرحبا بكم في هذا المجلس في دورتها الثالثة عشرة بشعار المجتمع الإماراتي جذور أصيلة وأفاق عالمية لتستمر في دورها منصة مجتمعية لحوارات حضارية تعزز مسيرة ريادة والتميز بدولة الإمارات العربية المتحدة سوف نتناول موضوع المجتمعات الرقمية المحتوى والتفاعل مستضيف المجلس الرمضاني سعادة سليمان محمد الكيزي نرحب فيك سعادتك نتقدم بجزيل الشكر إلى سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على تبنيه للعديد من المبادرات التي تخدم أفراد المجتمع وأخص بالذكر هنا مبادرة المجالس الرمضانية لما لها من أثر فعال وكبير في خدمة المجتمع دكتور ناصر حدثنا عن ما هو المحتوى الرقمي وكيفية التعامل مع هذه الثقافة من أجل أنك تنشر محتوى رقمي وافتراضي ناجح لا بد لك من اتباع مجموعة من الخطوات أولا تحديد الهدف ما هو هدفك الخطوة الثانية طريقة تقديم المحتوى في أي وسيلة أو في أي برنامج أو أي تطبيق راح تقدم هذا المحتوى ثالثا الاهتمام بالإنتاج والإخراج مهم جدا ولكن ما هي التحديات التي تمر علي أولا التنافسية العالمية الآن أنت لست بمعزل عن العالم أنت تمثل دولتك وتمثل وطنك وتمثل بلدك فلابد أنك تأكس صورة حسنة وصورة إيجابية الأستاذ يوسف الشحي وهو موجه أسري في وزارة العدل المفاهيم، الآداب، الأحكام، العادات ما تتغير بتغير الزمن تتغير أمور تقنية تتغير بعض الأمور وسائل التواصل كيف نتواصل، كيف نشوف بعض لكن الآداب والعادات ما تتغير لأن ثوابت تربينا عليها حدثنا سيد ضياء كيف يمكن للمنصات الرقمية تطبيق معايير محددة للمحتوى دون التعدي على حرية الفرد هناك قيود طبعاً مفروضة المهم نحكيها، ذكروا الإخوان منهم من هو المتلقي؟ لمين نطلع بهذا المحتوى؟ وكيف ممكن يستقبل المحتوى؟ يتحدد للشخص كيف يوفر أو يكتب أو يصنع محتوى يكون مسؤول عنه بكل هذه الأمور فيه موضوع مهم الواحد لازم يتذكروا أن المحتوى عندما توضعه على المواقع التواصل الاجتماعي أو على القنوات الرقمية فعلياً هو رح يضل للأبد كل هذه المعايير تخذها بعين الاعتبار المواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية عندها نشرك للمعلومات العقيد دكتور أحمد أسبيعان مدير إدارة الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية دكتور اليوم حدثنا عن ما هو التفاعل الرقمي الإيجابي وكيفية انتقاء المسؤولية المجتمعية أيضاً والمؤسسية التفاعل الإيجابي الرقمي هو ينبع في الأساس من داخل الأسرة ولابد أن نحن ندرك حقيقة شيء مهم أن تعاملنا مع وسائل التواصل اليوم أصبح جزء لا يتجزأ من حياتهم التطور هذا اللي حاصل هذه هي نعمة لا ننظر لها من منظور سلبي ولكن ننظر لها من منظور إيجابي الشكر موصول لجميع المتحدثين والشكر موصول لجميع الحضور حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في مجالس قادمة لكم من أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته اليوم نحن في الأسبوع الأخير من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية هذا العام سنتناول موضوع مهم وموضوع ممكن ما يكاد شخص في مجتمع دولة الإمارات إلا وهو جزء أصيل أو جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وهي المجتمعات الرقمية ما بين المحتوى والتفاعل قبل أن نبدأ مع المتحدثين واجب علينا هنا كذلك الترحيب بصاحب المجلس سعادة سعيد سهيل يصرني ترحيب بكم في هذه الجلسة الحوارية أنتوا أصحاب المجلس وإحنا شاكرين لفريق العمل وشاكرين هذه المبادرة الكريمة ويا هلا ويا مرحبا البداية ستكون مع أكستاذ ناصر ربما يتساءل الحضور هنا ما هي المحتوى التفاعلي ومن ثم سوف ننتقل إلى أهمية هذا المحتوى التفاعلي كثير من الأنشطة والبرامج أصبحت لها سياسات هذه السياسة جعل فيها أطر وبرامج ونماذج خاصة بتعامل المواطن الإماراتي وتعامل كل من له صلة سواء كان من رواد التواصل الاجتماعي كيف نقدر نقدم جانب إيجابي في هذه الحياة الرقمية اليوم كل هذه الأسس والسياسات والأنظمة والتشريعات خلقت لنا إطار هذا الإطار الذي من خلال أن نقدر نتعامل فيها مع الواقع الرقمي شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر الآن ننتقل إلى المحور الثاني مع المحتوى المسؤول بين الحرية والحدود وهذه المرة مع العميد سيف الزحمي وبنطلح سؤال سعادة العميد عن الحدود الفاصلة برأيك اليوم ما بين الحرية وما بين المسؤولية في التعامل وفي الطرح في وسائل الاتصال الحديثة لابد أن يعرف أن الدولة نظمت هذه العملية نحن بعد دورنا كأولياء أمور كمسؤولين أن نحن بعد لابد أن ننبه حتى أولادنا وبناتنا أن أنت عندك حريتك في استخدام هذه الوسائل ولكن لابد أن تدرك أن هناك قوانين قد تحاسب المخل بهذه الحريات أزاك الله خير سعادة العميد كفيت ووفيت ننتقل الآن لفضيلة الشيخ حسن علي أبو العنين برأيك اليوم ما هي السمات التي يجب أن يتحلى بها كل شخص يكون مستخدم أو يكون جزء من هذه العملية التواصلية الحديثة مثل هذه المجالس مدارس نتعلم منها أو فيها كيفية أن نواجه المجتمع لا أن نتخف منه من هنا نقول بأن علينا نحن أن نوجد هذه اللغة التي بها نجابه السلبيات ونجعل منها إيجابيات يصح أن نكون نحن المؤثرين ولسنا نحن المتأثرين الآن بننتقل إلى الرائد حمد الزيودي نحن اليوم نتكلم عن مصطلح المواطنة الرقمية المواطنة المقصود فيها أنك تكون إيجابي في تصرفاتك في أقوالك في أفعالك حتى في طرحك للمحتوى الإعلامي مش شرط تكون إماراتي أنت إماراتي أو غير إماراتي لابد أن تكون مواطن إيجابي وصارت فيها المصطلح الحديث المواطن الرقمي في الختام نشكر الأخوة الحضور وكذلك نشكر فريق عمل وزارة الداخلية على الجهود اللي يبذلون في تنظيم مثل هذه المجالس الرمضانية اللي حقيقة تثري الواقع الإماراتي بمحاورة، بنقاطة، بالأسس والضوابط اللي ممكن اليوم نحن كنا نتعرف عليها في ما شأن الممارسة في المجتمعات الرقمية اشتركوا في القناة